2020 سنة لم تحمل الكثير من الأحداث السياسية في الجزائر بعد أن اجتاح وباء كورونا وغيب معظم الأحداث في كل المجالات فيما أخر مواعيد أخرى مثل ما هو الحال مع الاستفتاء على الدستور منذ انتخابه على رأس البلاد وقبلها خلال حملته الانتخابية كان الرئيس عبد المجيد تبون يؤكد أن التزامه الأول دستور يلب طموحات الجزائريين في إطار الجزائر الجديدة سنة 2020 شهدت تعديلا عميقا للدستور كانت بدايته أياما بعد تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرئاسة ليباشر في جون في أولى الخطوات بتعين أحمد العرابة على رأس لجنة خبراء لصياغة مسودة ضمن محاور رئيسية حددها رئيس الجمهورية للحيلولة دون الانفراض بالسلطة وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها وأخلقت الحياة العامة وحفظ حقوق وحريات المواطني على أن يعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة التي نحن بصدد وضع أسسها من خلال إعداد دستور وطني توافقي يقطع بصفة جذرية مع ممارسات الماضي مثلما كان مقررا بعد شهرين وفي مارس بالضبط تسلم رئيس الجمهورية المسودة من لجنة الخبراء لكن جائحة كورونا أجلت النقاش والمشاورات التي كانت ستفتح مع الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام عندي سي العرابة مؤخرا دلوا عرض حال على الشي اللي وصلوا له لحد الآن تكلمنا قلت له أنا ما فيش حواجز ما عدا الوحدة الوطنية ما عدا عدم المساس بالهوية مشاورة بدأت في ماي بعد انخفاض الحصيلة اليومية لعدد المصابين بوباء كوفيد الى ان تبلورت في وثيقة نهائية صادق عليها في سبتمبر مجلس الوزراء وتضمنت ثلاثة وسبعين تعديلا لتنطلق الحملة الاستفتائية في السابع اكتوبر لشرح مضمون الوثيقة والتحسيس بضرورة الاقتراع بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيها ولم يعد يفصل استكمال مسار التعديل الدستوري الا الاستفتاء الشعبي فكان الفاتح نوفمبر يوم فصل هذا اليوم هو كذلك يوم للمستقبل الجزائر جزائر جديدة التي نتمناها الجميعا لابنائنا واحفادنا فالصوت للشعب الصوت للمواطنين ادل المصوتون برأيهم فاختار 66.8% الموافقة على المشروع من بين 23.84% من مجمل الهيئة الناخبة في سابقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد وهو ما اعتبرته الرئاسة الجزائرية في بيان لها تعبيرا حقيقيا وكاملا عن ارادة الشعب ارقام ثبتها المجلس الدستوري في الثاني عشر اكتوبر الماضي الفاني وعشرون سنة تنقضي بعد ان افرزت دستورا جديدا سيجعل من السنة المقبلة دون شك مليئة بالاحداث تكملة لالتزامات رئيس الجمهورية في جميع المجالات خاصة ما تعلق منها بالشق السياسي في الطريق نحو جزائر جديدة اشتركوا في القناة